الإجراء اللي بعد كده لازم نربي أولادنا إن الجواز مش موريد الحاجة الجسدية فقط ليه طيب؟ لأنه هو بيبقى يفكر طب ما أنا في بعض الأحيين هو بدل ما هو بيروح يتجاوز لأنه عنده حاجة جسدية بعد البلوغ هو متصور إنه هو لو مش قادر يتجاوز يتفرد ولازم نكسر هذه الدائرة الجهنمية اللي بتصنع عن نفس الأنوارة بالسوق لدى الأطفال ولدك كبار حتى حتى الناس اللي بيشاهدوني من الكبار عارفين كويس المنطق اللي بتقوله النفس دي المنطق النفس اللي أمرة بالسوق تبتدي بمنطق قدم عن إنسان وتقوله إذا كنت أنت مش قادر تتجاوز ولا قادر تعمل علاقة زواجية ممكن تشاهد فالمشاهدة أقلب كتير من الوقوع في الزنا آه بس إيه المشاهدة دي بتدمرك بتدمر أخلاقك بتدمر معرفتك بالله بتدمر علاقتك بربنا ولذلك كان الوصف الحقيقي للمؤمنين أن هم الذين هم لفروجهم حافظون يعني بيحفظوا فروجهم بيحفظوها من إيه؟ مش بس بيحفظوها من الكشف لكن بيحفظوها كمان إن يحصل أي معنى من معاني الإثارة في غير محله فلازم نعلم أولادنا إن الحفظ دو فيه منع وفيه دفع وفيه رفع يعني إيه منع؟ عشان يبقى سهل على الأولاد فيه وقاية وفيه عناية وفيه رعاية فلازم نعرف ده من المفاهيم المهمة كمان إننا نحن نكلم أولادنا عنهم إن اللي أنت بتشعر بي ده من بدري من بدري من ما هو عنده أربع سنين خمس سنين ست سنين من بدري نعلم أولادنا إن هم يفرقوا ما بين حكتين ما بين الشعور اللي أنت بتشعروا بالفرحة والبهجة دي ده شعور جاي من قبيل السعادة والسعادة يا سيدي ليست هي بتساوي اللذة هناك فرق ما بين اللذة والمتعة والسعادة السعادة بتيجي لما الإنسان يكون إنسان ويحافظ على قيمه وعشان كده إحنا لازم لعلم أولادنا الإصة دي لازم نعلم أولادنا إن السعادة قيمة والسعادة هي اللي بتخليه يحس بإيه إن حياته فيها شيء جميل ويستطيع إنه يعيشه الإجراء الخامس إن احنا لازم نساعد أولادنا إن هم يخرجوا دايماً أجمل ما فيهم عارف ليه؟ عشان أولادنا ما يضطروش يشاهدوا الأشياء دي عشان يملوا فراغ بداخلهم إحنا دايماً بنحس إن إحنا لازم ندي الأولاد عشان هم ما يحسوش بالفراغ لازم نملاعوا من نعبيهم لا الأولاد عندهم خير كتير ولعل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي أنا بقرأ هذا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ببساطة خالص بيتعامل مع سيدنا أنس لما كان بيقول لم يقل ليه لي شيء فعلته ليما فعلته ولا لي شيء انتركته ليما تركته عشان يتحلوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فرصة إنه يخرج أجمل ما فيه أولادنا فيهم حاجات جميلة كثيرة اللي بيعملوا دهات مش عشان هم فرغين ولا إن هم مش متعلمين اللي بيعملوا دهات لإنه ما حصل لهمش توجيه إن هم يوجهوا الجمال اللي فيهم في أماكنهم مناسبة ولذلك لازم نروح لده طيب لازم بقى وإحنا برب أولادنا إن احنا نكتشف على أولادنا وصلوا إلى حد إدمان بيبقوا محتاجين به إن هم يروحوا لطبيب بعض الأولاد بيبقوا محتاجين لده فمهم إن احنا نتعامل بهدوء شديد مع أولادنا وإحنا بنتعامل معهم وابنفاهمهم وابنفاهم دي ولازم يبقى عندنا مفهوم أساسي اسمه الاستيعاب إن أنت وبتعمل الزنب ده ده الزنب ده حاجة تانية غيرك فنفصله ما بين الزنب ده وما بين شخصه عشان ما يتلوث وبعد شوية يحصله حالة من حالات إيه؟ حالة من حالات جلد الزات في أهالي بيبلغوا مع أولادهم لما يشوفوهم بيعملوا كده لغاية ما يوصلوهم إنهم اتحدوا معادي الصورة السلبية عن نفسهم وهي صورة إنه خلاص بقى مضمن لهذه المواقع وما بايتش ابننا فيفقد الثقة بنفسه فيضيع الولد لازم نخليه يثق بنفسه واستعين بالله سبحانه وتعالى